داخل أروقة هذا المكان تعددت الجنسيات من مختلف دول العالم وتباينت الصفة بين رسمي وغير رسمي فكانت النتيجة تجمعا عالميا بمؤتمر المناخ على أرض مدينة شرم الشيخ المصرية وبعيدا عن قاعات الاجتماعات الرسمية اتجهت مؤسسات دولية غير رسمية ذات شأن متعلق بالأمور البيئية إلى عرض أفكارها في مواجهة التغيرات البيئية فهنا نرى مؤسسة عالمية تعرض أهدافها من خلال العمل على وقف السلوكيات المدمرة للبيئة والتي لا تقع تحت طائلة القانون تحاورنا معهم وتحدثنا عن برامجهم وانتشار محيط أعمالهم وما يقدمونه من خدمات للبشرية منظمة أوقف الإبادة البيئية ماذا يعني هذا؟ الإبادة البيئية تعني الأضرار الجسيمة التي تحدث للبيئة أو لنظام البيئي على المدى الطويل ما نريده هو قانون لوقف الإبادة البيئية هذا هو ما نسعى إليه تتسبب الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في الإبادة البيئية وغالبا ما يحدث ذلك في البلدان الفقيرة نحن نؤمن أن هذا القانون الجديد سوف يكون داليلا إرشاديا لتشجيع الشركات على اتباع ممارسات آمنة ومستدامة بشكل أكبر خطوات تفصل المؤسسات والمنظمات داخل المؤتمر لكن الفكرة لم تتغير ولم تبتعد عن حلم العالم بالحفاظ على حياة البشر مع اختلاف أعمارهم وتنوع بلدانهم لأول مرة في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ يكون هناك جنح للشباب مدار من قبل شباب إنه كما يبدو من أكثر الأماكن حيوية بالمؤتمر لأن الشباب دورهم مهم كأي حكومة أو مؤسسة نحن الجيل الذي سيعاني من أثار تغير المناخ لكننا كذلك الجيل القادر على إيقاف الوضع من التحول من سيء إلى أسوأ كنا عارفين أن الشباب يجب أن يكون عندهم دور فاعة نحن يجب أن نكون من المشاركين ويكون عندنا دور فاعل في أخذ القرارات دور مهم للمنظمات كافة يمضي بالتوازي مع عمل الحكومات في الوصول إلى آليات ملزمة يلتزم بها سكان الأرض في الحفاظ على بيئتها في قمة المناخ لم تقتصر المشاركة على الوفود الرسمية والحكومية فحسب بل امتدت إلى وفود غير رسمية لكنها معنية بالملف البيئي كل هذا التفى حول هدف رئيس وهو ضرورة إنقاذ كوكب الأرض من غضب التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ المصرية مصطفى عبد الفتاح هنا القاهرة عاصمة الخبر